وحيمكن مبارح أعلنت وزارة الصحة عن إجراء المجلس القومي للصحة النفسية أجرت كده بحث بايداني عن مسببات الإدمان المستحدثة وشكلت لجنة لحصر هذه بأشكال الإدمان المستحدثة وأعداد دليل إرشادي لمقدمي الخدمة الطبية بكيفية التشخيص والتعامل مع تلك الحالات مش بس دليل إرشادي يا جباني لا كمان دليل توعوي بوعي الناس بخطورة تأداء تحديدا ومخاطر ومسببات الإدمان المستحدثة وكيفية الوقاية من هذه المخاطر لقدر الله خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية ضفتنا العزيزة اللي من ورانا في الستوديو صباح الخير يا دكتور أهلا صباح الخير صباح الخير يا فانت أهلا بيك يعني ما مصطلح المسببات الإدمان المستحدثة إيه هي أشكال الإدمان المستحدثة هو قبل ما نتكلم في أشكال الإدمان المستحدثة عايزة بس أنوه عن أنه يعني أنا فخورة أنه ملف الصحة النفسية بواجهة عام بما فيها الإدمان واخد اهتمام عالي جدا من القيادات السياسية في الوقت الحالي وأنه إحنا في وزارة الصحة عاملين حملة بناء على عرض من أستاذ دكتور خيد عبد الغفار على فخامة رئيس الجمهورية للصحة النفسية للمجتمع وموضوعنا النهاردة ده جزء منها يعني إحنا بتسمع أكيد عن أنواع مستحدثة كتير عن الإدمان وللأسف خطورة الموضوع ده أنه هذه المواد المستحدثة بتطلع بسرعة شديدة جدا أنه صعب يعني تتبعها ما بنبقاش عارفين إيه هي هي مجموعة خلطات غريبة ما هياش الحاجات الطبيعية اللي كانت متعارف عليها فبتفاجأ أنه فيه أعراض جديدة جدا مش معروفة مش موجودة أصلا في الكتب وده بيلجأ لها يعني العاملين في اللي هما بيتجروا في المخدرات بيلجأوا لذلك لأنه يعني جهود المكافحة بتقلل المخدرات الموجودة فهو علشان يعوض النقص ده وعلشان نجيب مفعول أسرع ونقلل التكلفة بتاعة المواد دهيت فنقدر يعني نوزع أكتر ده بيخلي أنه نعمل خلطات مش معروف إيه هي فده بيقعيبه إيه أو مشكلته إيه إنه الاصطاف الطبي ما بيبقاش قوير بيها أو بيبقى مش عارفها هي حاجات مش معروف إيه هي أصلها يعني هي حاجات خلطات غريبة بتتعمل يعني مش معروف إيه هي ما بيبقاش عارف الأعراض بتاعتها وبالتالي بنفاجأ بشباب صغير مثلا يعني لسه ما بلغش من السن أنه يعاني من أمراض عضوية عالية تلاقيه جاي للعناية المركزة أو التوارق بأزمات ألبية وبعدين تكتشف أنه ده مواد هو وخدها يعني وبعدين كمان هذه المواد سرعة إطلاقها يعني بتخلي أن هي عملية تجريمة بتاخد وقت لأنه إحنا مفروض المادة علشان تبقى مجرمة تنزل في في الدليل في جدول المخدرات فالسرعة دي وهي المادة لازم تتحلل الأول ولازم تكتشف قبل ما تقدر أعتقد دكتور مش هيحصل غير بالبحث الميداني بالزبط كده أهمية بقى البحث الميداني في الموضوع أهمية ده بقى يعني هو أستاذ دكتور خالد وجه بده وزير التعليم العام وزير الصحة وجه بأنه نبتدي البحث الميداني ده بحيث أنه نبقى أكثر سرعة في اكتشاف هذه المواد هي الجهود موجودة طبعا من زمان ومتابعة الحاجات دي موجودة ولكن هو عايزها تبقى لحظة بحثية وتبقى متاحة للفريق العلاجي باستمرار يعني نبقى عاملين أبديت طول الوقت يعني حيث أنه هو يقدر يتعامل مع المريض يقدر يوجهه نقدر على أساسها نعمل حملات توعية بالمخاطر بتاعة الحاجات دي بالأعراض الجانبية بتاعتها فنبقى بنحسن في الخدمة بتاعتنا وبنحمي أولادنا أكتر وأكتر خلينا نعرف من حضرتك على أساس هذا البحث الميداني هل تم رصد في الفترة الأخيرة لأنواع مستحدثة بالفعل ولو أ إيه اللي حصل يعني اتصرفتوا إزاي يعني حسب هذه التقارير هي أي حاجات مستحدثة بتكتشف بيتم طبعا الإبلاغ بيها بتدخل جدوى المخدرات وبتبقى في التحاليل اللي هي موجودة في المعامل بتبتدي تدخل في التحاليل بتبتدي في الأكمنة والتحاليل المفاجئة دي تبقى إنفولفت برضو تبقى دخلة فيها فدي ميزة يعني بتبقى عالية يعني إن احنا بنبتدي نكتشف ونقدر نعرف يعني لأنه لو إحنا مش عارفين مش هنقدر نحلله مش هنقدر نكتشف يعني طيب إيه أنواع الإدمان بقى المستحدثة يا دكتور يعني من خلال بحث الميداني أكيد اكتشفتوا حاجات جديدة دخيلة علينا أنا زي ما قلت لحضرتك هي مجموعة خلاطات بتبقى مش معروفة مش حاجة معينة يعني كان منها الحاجات اللي كانت منتشرة قبل كده اللي هو الفودو والستروكس والحاجات دي هي دلوقتي بقت أقل يعني بعد ما تم اكتشافها بس هي كانت بتبقى خلاطات بقولك غريبة جدا يعني ممكن بقى فيها مواد كده سامة حاجات مبيدات يعني هي مش بتبقى مواد معينة اللي هي المخدرات المتعارفة عليها يعني طيب برضو دكتور ممكن حد هو بيسمعنا دلوقتي يقول ما هو يعني آثار الإدمان هي هي يعني هو غياب العقل مثلا وغياب الوعي وغياب الإدراك في التصرفات والسلوك وما إلى ذلك لكن مؤخرا بالفعل شفنا حتى يمكن فيديوهات موجودة فعلا على أثار مثلا زي ما حدوك قلت أنواع مختلفة من الفوضو والأسامي دي كلها إيه الأعراض الجديدة اللي لما ظهرت ابتدى يحصل فيه قلق أو علامات استفهام أنه فيه أنواع جديدة دخلت؟ بيبقى السلوكيات المختلفة اللي هي مش متعودين عليها زي حالات الهياجل شديد اللي اعتدائت على الآخرين مثلا النوبات القلبية والأعراض الجسمانية اللي بتحصل تضطر أنه الناس تروح لطوارق وتروح الرعاية المركزة دي كلها حاجات كتلافتة للنظر يعني أنه فيه تغيير ومن هنا بقى الجهود بقى ابتدت تتوجه ناحية اكتشاف إيه طبيعة الحاجات دي صحيح طيب هل إحنا عندنا حصر بعدد المنشئات اللي بتعالج الإدمان بشكل عام؟ هو إحنا عندنا هو ده هو المجلس القومي للصاحة النفسية منشئ مجب قانون رعاية المريض النفسي ودي حاجة نحب برضو منشئ بمجب؟ أه قانون رعاية المريض النفسي ودي حاجة لينا الفخر أن هي موجودة في مصر أنه فيه قانون لرعاية المريض النفسي وأنه أنشأ مجلس قومي للصحة النفسية مهمته أنه يعني يحمي المريض من 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 أي يعني أنت reversible حق وجوه المستشفى تنمر أي تأثير الموضوع مش قصة تنمر أي تمييز ضده الوصمة اللي ممكن تبقى ضده الانتهاكات البسيطة أنا مش قصدي على التنمر أنا بقصة الانتهاكات البسيطة فكرة عدم اتخاذ الحقوق الكافية اللي بيتمنه له القلون ودستوك من أول أن البيئة تبقى حواليه نظيفة وآمنة أنه يقدر يقابل يبقى له زيارات أنه يقدر يقابل محميلة وعايز أنه يعرف مين الفريق العلاجي وكل واحد شغله وإيه في الفريق إيه الخطة العلاجية اللي هو هيتعليجها يوافق على العلاج أو يرفضه مجموعة حقوق عالية جدا موجودة في القانون وبتعارعات المريض النفسي ودي حاجة يعني نفخر بيها يعني إنها موجودة نرجع بقى القانون أنشأ المجلس والمجلس مهمته الرقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة اللي بتحجز المرضى النفسيين أو بتعالج المرضى النفسيين في الأقسام الداخلية بلغت المنشآت اللي هي التبعة للإشراف المجلس 192 منشآة حكومية وخاصة فده عدد يعني بيتزايد طول الوقت يعني إحنا بنشجع الناس إن هي تزود طبعا عدد الأسرة علشان الخدمات تبقى أفضل وأفضل يعني وده على فكرة جزء من الحملة يعني الحملة بتاع الصحة النفسية للمجتمع لها محور توعوي وليها محور في زيادة الخدمات وإيطاحتها وتطويرها بالإضافة للمحور البحثي اللي هو منه هيبقى البحث الميداني وهنا بنكلمة للتطوير اللي هو تطوير يتوكب مع وسائل الإدمان المستحدثة معها ومع غيرها يعني أنه يعني العلم طول الوقت بيتقدم في كل المجالات فالوسائل العلاجية المختلفة الإتاحة نفسها إنه إحنا بنزود طول الوقت عدد الأسرة بنوزعها في كل الأقاليم فدي أحد المحور يعني بتاعت الحق طرق العلاج دكتور مختلفة بالنسبة للوسائل الإدمان المستحدثة طرق العلاج مختلفة هو أول حاجة إحنا بنعملها هي يعني العناية بالفايتال ساينز أو اللي هي العلامات الحيوية العلامات الحيوية للشخص يعني ضغطه نبضه حرارته لو فيه أي مثلا فيه ترجيع فيه حاجة في القلب حصلة دي بتبقى المرحلة الأولى الطريقة يعني اللي هو إنقاذه يعني اللي هي الحالة حالة الطوارئ يعني بعد كده ما بنتبتدي نتكلم بقى مع العيانه نعرف يعني الموضوع ابتدى إزاي وأخد إيه ونبتدي نبقى أكثر تحديدا يعني يمكن بس أرحضر حضراتك السؤال ده لأنه صححي لي برضو لو أنا مخطئة يعني المتعرف عليه من وسائل الإدمان المعتادة إنه الجسم بيتعود على هذه المادة اللي هو أصلا بيفرزها ولكن هي تدخله من الخارج فبقى بيعتمد عليها اللي سمعته أو اللي بنقرأه إنه في بعض من المواد الإدمان المستحدثة مش فكرة إنها بيبقى فيها مواد كيميائية من الجسم بيفرزها لا هي بتعتمدت على الجهاز العصبي تدخل على الجهاز العصبي وإن دي بيكون درارها أكبر بكتير هنا دي طرق العلاج مختلفة وليها علاج أصلا؟ هي أي مادة إدمانية هو تعريف الإدمان نفسه إنه الشخص بيوصل لدرجة من الاعتمادية على هذا المخدر يبقى مش عارف يعيش من غيره يبقى كل وقته وكل مجهوده موجه لإنه الحصول على هذه المادة بأي طريقة وأي مادة علشان تعمل تعاود بيبقى ليها تأثير على الجهاز العصبي فدي حاجات تعامة بالنسبة لأي مادة حيجمينها الشخص يعني طيب هل فيها دكتور أمراض نفسية بتصيب الشباب أكتر من كبار السن؟ ولا المرض النفسي هو واحد أي مكان السن؟ هو المرض النفسي طبعا بيبتدي في السن صغيرة يعني فيها كتير قوي من الأمراض النفسية بتبتدي في سن صغيرة يعني الأمراض النفسية المرتبطة بالسن الكبير بتبقى يعني يا إما الأمراض اللي هي زي ضعف الزكرة الزهاي مرآة يا إما يعني ظهور المرض النفسي في سن كبير لأول مرة غالبا بيكون ورا سبب عضوي يعني لكن عادة هي بتبتدي في سن مبكر شوي وتمتد مع الشخص يعني طبعا إحنا لو ابتدينا العلاج مبكر وبقى فيه زي متابعة مستمرة ده بيحسن مقال مرض جدا بيقلل أي مضعفات ويقدر الشخص يعني يمارس حياته الطبيعية بشكل أفضل يعني وخصوصا أنه الدراسات الاقتصادية بتقول أنه الاستثمار في مجال الصحة النفسية يعني أي الدولار اللي أنت بتصرفه في الصحة النفسية أو في العلاج الأمراض النفسية بيوفر لك أربعة دولار قدامه للدخل القاومي بتاع البلاز يعني فطبعا الاهتمام بالمرض النفسي وبعلاجه حاجة مهمة جدا وعايز أقول أن المرض النفسي دلوقتي يعني الاكتئاب مثلا ده من الأسباب يتالت سبب لعب المرض بواجهة عام يعني بكل تأكيد طيب دكتور خاني أرجع مرة أخرى للمنشآت الصحية اللي من دورها علاج الإدمان أو حتى المصحات النفسية اللي بتعالج أو بتؤهل مرة أخرى مرض الإدمان هل في منشآت يعني منشآت بهذا التحصص أو لهذا السبب تحديدا غير مرخصة وإزاي لو في أسر تعرضت لهذا الموقف وإكتشفت أن هي أولادها داخل منشآت غير مرخصة يتصرفوا إزاي هو يعني هو ده أحد مجال شغلنا في المجلس يعني إحنا بنتبلغ بالحاجات دي وإحنا طول الوقت بندور عليها أصلا وبتبتزي جهود المكافحة بالاشتراك مع وزارة الداخلية والأماكن دي بتتقفل والمرضى بتتحول لأماكن آمنة مرخصة مثل أنا أحب يعني أقول في الحتة دي أنه أنه الأهل أو المريض علي أنه يتحرط دقة قبل ما يروح لأي مكان يعني إحنا عندنا في المجلس في دليل خاص بالأماكن المرخصة هل في خط ساخن ممكن آه ممكن نقول الحضر رقم أي رقم الخط ساخن زيرو مية وعشرين سبعة أربعة سبعة أربعة سبعة أربعة زيرو زيرو مية وعشرين سبعة أربعة سبعة أربعة زيرو آه يعني أعتقد أنه مدى مهم جدا أنه للأسف كنا بنسمع في وقت سابق أنه في أسر بالفعل بتتوجه بأولادها لبعض هذه المصحات الأولاد بيخرجوا منها في حالة أسوأ طبعا طبعا لأنه أنت بيش عارفة إيه اللي بيحصل يعني المعايير الجوهة الوسائل العلاجية الإصطافة الموجودة متعافيش عنه حاجة طبعا هم عرضة لكده بس أنا حاب أقول حتة في الموضوع ده أنه المرض النفسي يا جماعة ما هواش سبعة في الجبين وما هواش حاجة نخجل منها لأنه اللي بقول الحتة دي لأنه دي أحد الأسباب اللي بتخلي الناس بشكل طوعي تروح الأماكن دي بمزاجها عشان تبقى مستخبية عن الأنظار وهو بداية العلاج الحقيقية فكرة اللي احنا نتعايش مع المرض ونبقى مؤمنين بوجود المرض عشان نعرف اللي احنا نتعالج من هذا المرض وأنه هو مرد زي أي مرض زيه زي الضغط وزي السكر اللي يضع للخدر ومن حكاق الشرف أصلا لأي منشأة صحية أنه ما فيش أسرار تطلع عن المريض خالص بقى بزبط بقى أي ظرف إلا في حالات محددة ومعروفة بقى بالزبط سر احنا برضو دي من حقوق المريض سرية معلوماته يعني طبع كان مش معروف أصلا يعني مش عايز عامل مع فريق الطبي فإحنا بنقول له لأ ده مرض زيه مرض ده دور كباية دكتور في المجلس القومي للصحة النفسية فكرة تخيير الصورة الذهنية والفكرة الذهن السائد لدى الكثير مجهود كبير بتعملوه في المجلس لكن لسه بننتظر يعني الأكتر والأكتر من يعني مجهود حضراتكم في المجلس القومي للصحة النفسية الدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية لأمانة الفنية المجلس القومي للصحة النفسية شكرا